بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تركيب الدوال تمرين محلول رقم إثنين لأنه يوجد لنا الرقم أول موجود على قناتنا في اليوتيوب الخاص بالسنة الثانية والثالثة ثانوي إذن قال إذن لننطلق على بركة الله قال بكتابة الدالة آف إذن أعطيت لنا هنا حالتين عندنا ننطلق بالحالة الأولى ثم نتيل الحالة الثانية على شكل دالة مرجعيتين أولا أبناء نتحدث عن ما هي الدولة المرجعية التي قمنا قمتم بدرستها في السنة الأولى عندنا الدالة المعروفة اللي هي الدالة التآلوفية التي درست حتى في السنة الرابعة متوسطة الدالة التآلوفية اللي هي إذا سميناها هنا عندنا تصبح لنا أف واحد مثلا لإكس تصبح لنا أكس زائد بي انظروا جيدا عندنا كذلك عندنا الدالة الأخرى اللي هي الدالة المربع هذه كذلك دالة مرجعية لها إذا سميناها آف لإثنان لإكس تساوي لنا إكس مربع وعندنا كذلك الدالة المقلوب الدالة المقلوب التي عبارة تكتبوا آف إذا سميناها لثلاثة مجرد تسمية هذه الأرقام فقط آف لثلاثة لإكس تساوي لنا واحد على إكس تابعوا جيدا وعندنا الدالة الجذر التربيعي كذلك التربيعي يا أبنائي التي هي آف ربعة لإكس تساوي لنا جذر إكس هذه الدولة المرجعية المعروفة لاحظوا جيدا عندنا الدالة هذه الدالة الألفية معرفة على آر يعني مجموعة تعريفها إذا سميناها دي آف لواحد تساوي لنا آر وهي دالة كيف هي متزايدة دالة كيف هي متزايدة على آر الدالة المربع ركزوا معي الدالة المربع كذلك مجموعة تعريفها اللي هي دي آف لواحد تساوي لنا آر إلا أنها كيف هي تكون من هنا متناقصة ومن هنا متزايدة يعني من النقص ملا نهاية إلى الصفر متناقصة إذا قلنا متناقصة ومنه من الصفر إلى الزيد ما تكون متزايدة هذا الأمر نأتي الآن إلى الدالة المقلوب الدالة المقلوب اللي هو مجموعة تعريفها إذا سمينا F فتحة F لثلاثة تسوينا R معادة الصفر اللي هي R نجمة R نجمة يا أبناء لماذا؟ لأن تفاديا للوقوع هنا في الصفر غير موجودة في الرياضية اللي يسمى القيم ممنوعة لكن هي دالة كيف هي؟ هي دالة كيف هي؟ متناقصة كذلك تماما يا أبناء تماما على ماذا؟ على R نجمة على R نجمة ركزوا وعندنا الدالة الأخيرة اللي هي دالة الجذر التربيعي مجموعة تعريفها إذا سمينا F F4 دي F4 تسوينا ماذا؟ من الصفر إلى الزائد ما لأن هذه مجموعة تعريفة يعني ما يقبل تحت الجذر يجب أن يكون موجب يعني موجب ليس موجب تماما يعني السفر له الحق أن يكون إذن وهي دالة كيف هي؟ هي دالة متزايدة كذلك على هذا المجال اللي هو من الصفر إلى زائد هذه الدوال المرجعية التي علينا أن نذكرها يا أبناء حتى تفهموا الآن بعدما ذكرنا كل هذه الدوال المرجعية نأتي الآن يا أبنائي لكي ننطلق في مثالنا حتى يكون الشرح وافي إذن قال استنتج تغيرات دالة F على مجال E ها هو مثال المجال الذي يعطينا لهو من الصفر إلى الزائد من الزائد من الزائد من الزائد من الزائد من الحالات التالية ننطلق بالحالة الأولى اللي هي ألف أولا في الحالة الأولى يا أبنائي أعطيت لنا عبارة الدل اللي هي F ل X تسألنا ماذا جذر 3X-6 هنا يمكن أن كذلك يمكن أن نزيد في الشرح لها مجموعة التعريف لماذا ربما كانت من الثنان إلى الزائد من النهائي بالرغم هي يمكن أن يكون مجال مختار فقط لكن يحقق مجموعة التعريف العامة إذا المجموعة التالية إذا قلنا هنا قبل ما نتحدث عن مجموعة التعريف علينا أن نقوم بالتفكيك إلى قلنا دلة مرجعية الدلة الأولى ما رأيكم يا أبنائي إذا قلنا الدلة الأولى إذا سمينها U هذه الدلة انظروا جيدا هكذا U ما رأيكم أن تكون هذه الدلة تألفية اللي هي 3X-6 ثم هذه الدلة بواسطة الدلة الجذر لإذا سمينها V تصبح لنا أركز وتصبح لنا 3X-6 حيث لاحظوا جيدا حيث عبارة U لإكس تساوي لنا ماذا أبنائي تساوي لنا 3X-6 وعبارة V وعبارة V لإكس تساوي لنا ماذا تساوي لنا يا أبنائي وهي جذر إكس حيث هذا الإكس بواسطة هذه الدلة اللي هي الدلة التألفية أصبحت صورته هي 3X-6 ثم هذه 3X-6 بواسطة دلة V اللي هي الدلة الجذر هذه وضعت هنا فأصبحت قيم ماذا؟ فأصبحت جذر 3X-6 الآن ما هم الدولة المرجعية؟ الدلة المرجعية الأولى اللي هي هذه الدلة التألفية والدلة هذه دلة الجذر التربيعي حيث ماذا نمكن أن نقول عن F F تصبحية تركيب ما بين ماذا؟ ما بين الدلة V والدلة E حيث هذه في بطن هذه هكذا يعني U تركيب V يعني هذه في بطن هذه حتى تفهموا معنى يمكن أن نستنتج أن ماذا نقول نقول F لX تساوي التركيب ما بين V و U لX وهكذا ويمكن كذلك أن نزيد لها في الكتابة تصبح لنا V ل E ل X هذه كلها كتابات يا أبنائي معنى هذه الدلة هي في بطن V حتى تفهموا والV هي الدلة ماذا؟ هي الدلة الجذر التربية حتى تفهموا الملخص الآن إذا قلنا الآن إذا أتينا إلى مجموعة التعريف هنا نقول D هنا ل V هنا التركيب مع U يسألنا ماذا؟ قاعدة تقول X بحيث X ينتمي ما هي مجموعة التعريف الدلة التألو فيها هي R الدلة التألو فيها هي R و كلمة و هي التقاطع وماذا؟ و U لX يجب أن تكون تنتمي إلى ماذا؟ تكون تنتمي إلى D إلى D V تابعوا معي نقطة نقطة إذا ماذا نقول تصبح لنا X بحيث X ينتمي إلى R اللي هو مجموعة التعريف الدلة التألو فيها و ماذا؟ و U ل X يجب أن يكون ما هو مجموعة التعريف الدلة V اللي هي الدلة الجذر قلت الجذر التربيعي اللي هي من الصفر إلى الزائد مالا نهاية هكذا ابن حتى تفهموا الآن ماذا قلنا عن كلمة و هو التقاطع ما معنى التقاطع؟ ما بين هذا المجال يجب أن نقول هذا يعني V يجب أن تكون محتوى في هذا إذا ما معنى؟ معنى كأنما يمكن أن نقول يا ابني هذه العملية معنى ما هي قيمة التي تحقق لنا تكون محتوى في هذا المجال أو تنتمي لهذا المجال ما علينا إلا أن نقول 3X-6 يجب أن تكون موجب أو تساوي لأن هذا المجال هو موجب أو يساوي لهو الدلة يعني يجب أن يكون هذه القيم تنتمي إلى هذا المجال نقطي بهذا إلى هنا فاصبح لنا 3X أكبر أو يساوينا 6 ومنه X بالقسم على ثلاثة أو في واحدة على ثلاثة تصبح لنا هكذا هنا ثلاثة 6 على ثلاثة اللي هي إثنان إذن ما هو مجموعة التعريف؟ لو نحوله هذا نحوله إلى شكل مجال تصبح لنا D التركيب بين U و V و V يصبح يساوينا ماذا؟ يصبح لنا يساوينا 2 من 2 إلى زائد ما لن يعني هكذا تتفهموا يجب أن تقولوا هذا يحقق لنا هذا المجال حتى يحقق لنا يجب أن نقول أنه يجب أن يكون أكبر أو يساوي لأن هذا هو أكبر أو يساوي يعني أكبر أو يساوي لنا الصفر الآن وجدنا مجموعة التعريف هذا التركيب إذن نفسه التي أعطيت لنا يا أبنائي الآن ننطلق الآن في التغيرات الآن نأتي إلى التغيرات ننطلق بالدلة التألفية نقول الدلة إي كيف هي متزايدة تماما على المجال ما هو هو في الأصل على المجال أر لماذا؟ لأن ننظر دائما في الدلة التألفية درستهم إذا كان هذا العدد المضروف في الإكس موجب فهي متزايدة وإذا كان السليب مثلا نقص ثلاثة هي متناقصة الآن متزايدة تماما على أروا إذن نحن نحتاج المجال إذن متزايدة تماما على إي لأن الثلاثة موجب تماما إذن الدلة هذه وهي دلة تألفية بما أن الدلة التألفية نحتاج إلا العدد المضروف في الإكس إذا كان موجب في متزايدة وإذا كان السليب في متناقصة نأتي الآن أبنائي والدلة والدلة ماذا؟ لاحظوا جيدا إذن هي متزايدة على إي الإي هو المقصد به هنا من الإثنان إلى غاية الزايد ما لا نهاية وعندنا والدلة ماذا؟ والدلة هي دلة كيف هي؟ متزايدة تماما على ماذا أبنائي؟ على المجال لهو في الأصل من الصفر إلى الزايد لكن نحن نحتاج المجال إي فقط لأن متزايدة تماما على المجال على إي 2 إلى الزايد لماذا يقول أحدكم؟ لأن في الأصل هي متزايدة من الصفر إلى الزايد لكن هذا جاء مجال هذا المجال محتوى في هذا المجال بما أنه محتوى يا أبنائي إذن فنقول أنها تصبح الفكرة صحية يعني هو من الصفر إلى الزايد ما يوما بل لكم من إي 2 إلى الزايد نهاية إذن تصبح متزايدة تماما على الصفر لأنها دالة الجذر التربيعي إذن لاحظوا متزايدة تماما والأخرى متزايدة تماما فماذا يمكن أن نقول على الدالة أف نقول ومنه حسب قاعدة تركيب تغيرات قاعدة تغيرات تركيب دالتين فإنها الدالة ماذا؟ الدالة أف كيف هي متزايدة تماما على ذلك المجال وهو المجال E الذي يسايلنا من الاثنان إلى غاية الزائد ما لا نهاية فقط هذا هو الجواب النموذجي يا أبنائي فقط نأتي الآن أبنائي إلى المثال الآخر B لهو F لإكس أعطيت لنا ماذا تسايلنا يا أبنائي تسايلنا واحد على إكس مربع زائد إثنان كما تلاحظون العبارة وأعطي لنا مجال الدراسة وهو من الصفر إلى الزائد وقلت هذا المجال ليس بالضرورة دائما أن يكون هو مجموعة التعريف الحقي يعطي لنا مجموعة يختار مجال من مجموعة التعريف فقط لأن ربما تظهر هذه مجموعة التعريف هنا أنا لو نضع أي قيمة في المقام لا يمكن أن نجدها تساوي الصفر لكن هو اختار مجال معين لاحظوا يا أبنائي أولا نحن تحدثنا عن بعن الدولة المرجعية قلنا من بينهم هي واحدة على إكس وقلنا الإكس مربع تظهر هذه العبارة أنها مكونة من تلك العبارات من تلك الدلتان الدلتان المرجعيتان لو نلاحظ جيدا يا أبنائي أولا لو نتحدث سوف نستخرج مجموعة التعريف نستخرج العبارة أولا لو نسمي لاحظوا الدلتان الأولى إذا سميناها إي واحد ألا تظهر أن هذه هي الدل لهي إكس مربع زائد إثنان لكن يقول أحدكم يا أستاذ نحن نعلم أن الإكس مربع هو الدل المرجعي لكن درستم أنها زائد ك والك لا يحدث لها أي شيء في التغييرات مهما حدث شيء لا يحدث هذا الك لهو الإثنان أو خمسة أو ناقص خمسة لا يحدث أي تغيير في التغييراتها الآن هذه العبارة وهذه تتحول بواسطة هذا الإكس تحول هنا لاحظوا سوف أشرح هذا هذا تحول إلى هنا بواسطة الدل الإكس مربع وهذه العبارة تحولت إلى هنا بواسطة المقلوب يعني بواسطة المقلوب معنى هذه عوضت في هذا المكان فتحولت إلى إكس مربع زائد إثنان ها هو يعني هذا إلى هنا جاءنا التركيب لهو هكذا في واحد ومركب مع في واحد إلا أنه هذه في بطن هذه يعني نتج هذا دلة المرجع الدلة هذه نتجت من الدلة المربع مع الدلة المقلوب الدلة ماذا قلت؟ الدلة المقلوب يا أبنائي إذن يمكن أن نختازل ذلك أنه نقول إيلي واحد لإكس تساولنا سميتها إيلي واحد فقط مجرد اسميات لهي ماذا؟ لهي إكس مربع زائد إثنان وذيلي واحد لإكس تساولنا ماذا يا أبنائي؟ تساولنا واحد على إكس يعني دلة مربع مع دلة ماذا؟ مع دلة مقلوب فيمكن أن نقول أن أف أصبحت مركب ما بين إي واحد وذي واحد إذن فهنا يمكن أن نقول أف لي إكس ماذا تعطينا؟ إذن ذي هكذا واحد مع البي واحد لي إكس وتساولنا ماذا؟ ذي واحد لي إي واحد لي إكس يعني هذه في بطن هذه هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا عبارة الدلة أف حتى تفهموا الفكرة العامة الآن سوف نأتي يا أبنائي إلا يمكن حتى أن نتحدث عن مجموعة التعريف إذا تحدثنا عن مجموعة التعريف حتى يكون الفيديو أكثر شمولا لاحظوا جيدا إلى مجموعة التعريف نقول D F وهي ناتجة عن مركب دلتين بحيث إكس إكس بحيث إكس أولا يكون ينتمي إلى R لماذا R؟ لأن هذه مجموعة التعريف وهي R و ماذا؟ أولا يواحد لإكس يجب أن تكون لا تساوي الصفر يقول هذا لماذا يا أستاذ؟ لأن الدالة هذه يجب أن تكون هذه كليا خاضعة لمجموعة التعريف هذه وهذه ماذا تقول؟ تقول علي أن يكون المقام لا يساوي الصفر إذن ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول على أن هذه يجب أن لا تكون تساوي الصفر هذا هو الأمر الهام الذي علينا ونجعل ما بينهما كلمة تقاطع إذن ماذا ينتج هذه R؟ وهذه ما هي يا أبنائي؟ إنها كذلك R يقول أحدكم لماذا؟ لأن إكس مربع زائد إثنان هذه القيمة مجبها تماما مهما كان لأن الإكس مربع مجب ونضيف له الإثنان تصبح مجب تماما إذن مهما وضعنا أي عدد هنا في المقام مستحيل أن تحصل على الصفر إذن R تقاطع R يصبح D F يساوي لنا ماذا يساوي لنا؟ لكن يقول أحدكم أعطى لنا من الصفر يزاوي هو من اختار هذا المجال أما مجموعة التعريف الأصلية اللي هي R يا أبنائي الآن نأتي إلى التغيرات إذن تحدث عن كل هذه العناصر حتى يكون الأمر جد جد واضح نأتي الآن إلى تغيرات F في الحالة الثانية عندنا الدالة ما هي الدالة؟ الدالة هذه E لهي عبارتها X مربع زي 2 هي دالة مربع فهي متناقصة تماما على ماذا؟ من المجال من الناقص مالا نهاية إلى الصفر وماذا؟ ومتزايدة تماما على المجال ماذا؟ على المجال من الصفر إلى الزائد مالا نهاية لاحظوا جيدا لكن نحن المجال الذي نحتاجه ما هو؟ انظروا بأمي عينيكم حتى تفهموا مجالنا ها هو من الصفر إلى الزائد مالا إذن ماذا نستخلص؟ نستخلص أن إذا سمينا هنا إي واحد الأفضل إي واحد كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال ما هو المجال الذي نحتاجه هنا؟ على المجال لهو من الصفر إلى الزائد مالا نهاية لأننا قلنا هي متناقصة ومتزايدة لكن نحن نحتاج المجال الذي أعطيه لنا فقط ها هو هو من الصفر إلى الزائد مالا هذا فيما يخص الدالة إي واحد نأتي نقول و الدالة V ليها هي عبارتها لاحظوا إذا قلنا ها هي عبارتها ليها واحد على إكس هكذا الدالة V دالة كيف هي؟ دالة مقلوب عفوا دالة مقلوب فهي متناقصة قلنا تماما على ماذا؟ R نجمة في الحالة العامة هي متناقصة على R على كل الأعداد الحقيقة مع عدد الصفر لأنه لا يوجد له الصور إذن فهي متناقصة لاحظوا تماما على المجال الذي أعطي لنا ما هو المجال إذن على المجال من الصفر إلى الزائد مالا نهاية حتى تفهموا يا ابني نقطة نقطة إذن نستخلص ماذا؟ نستخلص أن الأولى متاء زايدة تماما والثانية متناقصة تماما على كلا المجال هو هذا المجال وهذا المجال نفسه إذن ماذا يمكن أن نقول ومنه نقول ومنه حسب قاعدة قاعدة ماذا؟ تغيرات مركب دالتين دالتين اللي هو هنا هذه وهذه هكذا ها هي اللي هي E1 تركيب V1 إذن ومنه حسب قاعدة تغيرات دالت دالتين مركب دالتين فإنها الدالة F كيف هي يا أبنائي؟ الدالة F متناقصة تماما على المجال لهو من الصفر إلى الزاء الملني لماذا؟ لأن واحدة متناقصة والأخرى متزايدة الأخرى متزايدة اللي هي هاي حتى تفهموا يا أبنائي هذه متزايدة حتى إذا X مربع زائد حتى خمسة ها هو الأصل هذه تكون هكذا ثم هكذا وهنا الصفر بهذه البساطة أبنائي ها قد استخرجنا تغيرات هاتين الحالتين وفي الأخير أبنائي وابنائي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير ويمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة البستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر